اشتركوا في القناة وقالنا سلام مع اسرائيل يعني بعد حروب وشيء اكثر تعقيدا يعني المشهد مع اسيوبيا يشبه تماما المشهد مع السعوديل يعني لفترة العلاقات بقت حميمية في مذكرة تفاهم جرت المفاوضات كان فيها مشاكل لكن انتهت بالفعل الى التوصل لمسألة الدراسات الخاصة بسد النهضة وفجأة واخدنا مستثمرين اسيوبيا وجه رئيس وزراء اسيوبيا يحضر اظن المؤتمر الاقتصادي او افتتاح قناة السويس يعني واضح انه العلاقة يعني بدأت تدخل في مرحلة حميمية بقى فيه ادراك كبير لدور افريقيا ودورنا في افريقيا وفجأة بنلاقي نفسنا في مثل هذا الموقف اللي فيه اتهامات جزء منه لا يعود لنا في الحقيقة يعني الجزء منه انه اثيوبيا فيها طواقف وفيها يعني جماعات عرقية مختلفة وكانت باستمرار في حالة مشاكل يعني فلما بيبقى عندهم ازمة اقتصادية بيبتدي فيه جماعات بيبقى فيه قلق سياسي وحيانا بيبقى تضمن عنف فلازم يرمي على حد يعني هنا الطرف التقليديا يمكن وضعه في صف الخصوم ومصر فبدأت الاتهامات انا رأيي هنا الجزء الثاني اللي هو متعلق بادارة الاوبتيكس او كيف ينظر للامور عندنا بلغ الوهن يعني لانه الحقائق هنا نستطيع ان نقول ادي الجماعات دي كذا ادى الخلافات الموجودة عندكم ادى كذا انما تفجأي بانه النفي بتاعنا بيبقى شوية مجرد انه لا نتحمل هذه المسئولية ان دي امور داخلية او نستخدم مجموعة من العبارات اللي اي صحفي في العالم يزهق منها حكاية لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى لاننا لا نقبل احد يتدخل يعني ده نوع من البديهيات يعني ما يكونش الموضوع بترديد للبديهيات لازم يبقى عندنا معلومات وايضا هنا يبقى عندنا اجهزة تستطيع ان هي تتواصل مع الجانب الاخر للأسف لا عندنا احزاب رغم الناس يقولك الدبلوماسية الشعبية ويلوموا بعض ويروحوا في طيران طبعا ده كلام كان يعني متواضع جدا انما ايضا عندنا مشكلة في ادارة سياساتنا الخارجية ان الدولة مش لقية اي عون من المجتمع المدني المصري ده مش دور المجتمع المدني المصري يا دكتور ده دور الدبلوماسية المصرية في المقام الاول الدولة الحديثة في القرن الواحد وعشرين في عام 2016 في امور الجانب يعني لا يمكن اننا ابقى يعني بعمل علاقات مع دول اخرى بينما هيومن رايتس واتش بتعمل ايه من امريكا مثلا الكلام دلوقتي في اسيوبيا عن ايه عن جماعات عرقية وغيره هنا اللي يقدر يفك الشفرة دي الدبلوماسية الدرع تتعاون معها تعطيها الكلو او تعطيها الاتجاه تخلي ايضا تسهيلات للسفارات وغيره انها ملأ فيه لازم يكون فيه في امور بالذات ذات الطبيعة الحيوية للامن القومي المصري لا تستطيع الدبلوماسية المصرية وحدها ولا القيادة السياسية وحدها ان تتحملها هذه مسألة يتحملها الشعب المصري النخبة السياسية المصرية الاحزاب المصرية البرلمان المصري هذه مسألة من الحيوية زي ما بقول علاقات حساسة لانه العلاقات الحساسة معناها اللي هي متشعبة داخل فيها عناصر كثيرة جدا النتيجة نتيجة كمان ان تصارع الاحداث بيحصل احيانا الارتباك اللي احنا بنتكلم عنه ماذا عامل تعويل على علاقة مع روسيا يعني بدت روسيا في فترة ما انها الحليف الاستراتيجي وبقال نسانة السياحة متوقفة بنشوف معايير مزدوجة في التعامل روسيا ترفض اعادة السياحة مرة اخرى وعادة الطيران بينما لم تقاقب تركيا على اي شيء رغم انها حصل اشياء ممثلة شبيهة لما حدث عندنا في مصر يعني انا مش من يعني لما قلت الاربع علاقات حساسة ما حطيتش منهم روسيا ولا حطيت فيهم الصين ولا الهند دي دي كلها دول كبرى علينا ان احنا نتعاول معها ونحاول من قدر الامكان يعني نوظف سياستنا وعلاقتنا معهم لتحقيق الامور اللي انا تحدثت عنها في البداية لكن انا معاك تمام روسيا تمت المبالغة وكلمة تحليف استراتيجي كلمة قوية جدا على علاقتنا بروسيا يعني وإلا حيبقى كل حد عملنا معه اتفاق خاص بمفاعل نووي او بحاجة من هنا يبقى حليف استراتيجي يعني علنا بعض هذه التعبيرات لها في العلاقات الدولية معنى اقوى من كده بكثير انا رأي ان روسيا تعاملت معنا بفزازة وتعاملت مع الشعب السوري بفزازة وتعاملت ايضا مع الدبلوماسية الجارية الان انه يبقى فيه دبلوماسية مع ايران وتركيا ولا يكون فيها مصر ولا تكون فيها السعودية ولا تكون فيها الجامعة العربية يبقى اذا نحن بنتكلم عن عملية انفراد بحل وتشكيل المشرق العربي كله اللي هو جزء اساسي من الامن القوم المصري انا بقول مش بنتخاصب مع روسيا ولا بقول كلام من ده لازم تكون دايما عندنا علاقات وقنوات مفتوحة انما ما نصعدش حاجة ما تصعدتش في الواقع يعني الواقع العاملي انه روسيا تعاملت معنا بصلافة شديدة فيما تعلق بموضوع السياح عايزين نفتش على المطارات بتاعي الكل حاجات اللي كده ما بنبلهاش من حد عايزين نشوف الامن اللي انتوا عاملينه حاضر ونعمل كل هذه الحاجة بينما كل دول العالم الاخرى موجود طيب يعني اخر حاجة ماذا نتوقع من 2017 او ماذا علينا ان نفعل فيه 2017 كي يعني نحسن من هداء سياستنا الخارجية او حتى حتى نصل الى اهداف نريد ان نصل له واحد نتعلم من 2016 نتعلم من 2016 معناها ان احنا اولا ازاي نخلي طبيعة القرارات اللي بناخدها لها علاقة اساسية بموضوع شرحة يعني هنا الجانب الاعلامي ما هواش الصحافة والاعلام هنا جانب اخبار الرأي العام مش احنا بس المصري والعالمي ايضا باحنا ليه بناخد هذه الخطوات والافضل كمان انه يبقى فيه انا رأيي يبقى فيه خطاب لرئيس السيسي يتعلق بالسياسة الخارجية اذا البوليتيكال دوكترين العقيدة السياسية بتاعتنا اذا العقيدة العسكرية بتاعتنا اذا الخطوط الحمرة بتاعتنا اذا ايه الجوانب التهديد المختلفة اللي احنا بنواجهها ايه المبادرات اللي احنا على استعداد ان احنا نعملها عشان نحقق اهدافنا اللي هي واحد اتنين ثلاثة لازم الكلام ده يكون فيه وضوح كبير انا رأيي انه السيد وزير الخارجية ايضا وهو يعني وزير قدير السفير سامح شكري انه يعمل بيان قدام مجلس النواب في لجنة العلاقات الخارجية يتحدث فيها عن السياسة الخارجية المصرية وكيف تدار احنا عندنا صفراء كتير جدا في كل الوزرات ووزرات الخارجية ورئاسة الجمهورية وكلام زي كده ولا يقولوا للناس شيء لما يطلع انا الاوان ان احنا يبقى ده الموضوع ده ارجانيك جزء عضوي اما ناخد مبادرات في السياسة الخارجية فالجهاز نفسه وطريقة عمله مهمة جدا بعد كده القضايا الكبيرة انا اعتقد بعضها محتاج ريفيو وبعضها محتاج مبادرات جديدة يعني القضايا بالذات الحساسة دي لازم نتعامل مع التنقضات الموجودة فيها في 30 ثانية فصل جديد من العلاقات المصرية الامريكية مكلمنا على العلاقة مع ترامب ماذا يجب ان تفعل مصر كي يستمر هذا الربيع ولا يقم ومقلبش خريف الطريقة الوحيدة ان احنا نحاول نفهم ترامب وعن طريق نفهم ترامب نشوف الطاقم بتاعه بيفكر ازاي وفي نفس الوقت انا اعتقد نقرر احنا قد ايه نقدر نمشي معاه في التعاون وكل مكان موقفنا واضح وواسق من نفسه حيبقى افضل اشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد منهم سعيد الكاتب والمحل السياسي المعروف ورئيس مجلس ادارة المصر اليوم واشكركم عزيزي المشاهدين غدا حلقة كاملة عن حصاد 2016 بخيره وشره باخباره السعيدة واخباره الحزينة بكرة هنتقابل بإذن الله اشكركم وهذه لميس الحديد تحقيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة